من ضمن الأحكام برضو الخاصة بيئة طهارة وأسئلة فتياتنا وأخواتنا الفضليات بيكلموا عن مسألة لما بتأتي أو بتصاب بعض النساء ببعض الكدرة والصفرة إما في أيام عادية أو أثناء فترة الحيض يعني إنها ما بتلاقيش دم صريح ولكن تجد ألوان معكرة من الصفرة والكدرة هل دي بنعتبرها حيض ولا لا نعتبرها حيض الحقيقة القاعدة المفترض إن إحنا نبقى مستوعبينها جدا ومعنا في ذلك يعني ما يجلي المسألة ويبينها ويوضحها إن إحنا لابد بس الأول نعرف إنه الكدرة والصفرة بعد الحيض لا شيء لكن الكدرة والصفرة أثناء أيام الحيض بتاعت كل واحدة هي من الحيض وبالتاني لا تتعجل في أمر الطهارة لابد إنها تستبرئ يعني المفروض إن أنا بقى كنت أتأكد من إننا في على طهارة تامة حتى أتمكن من التطهر وممارسة حياتي بشكل طبيعي طيب حديث أم عطية رضي الله عنها لما كان بتقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيضي شيء يعني عايزة تقول إنه في الأيام العادية إذا نزل على المرأة شيء من ذلك من الكدرة أو الصفرة في غير وقت الدورة بتاعتها يبقى دي هي بس حتتطهر تغير تلك الملابس وتجدد الوضوء بتاعها وتصلي لا شيء أما وارد إنه بيحصل وأما إذا نزلت مثل هذه الكدرة أو الصفرة أثناء أيام الحيض أثناء أيام الحيض في بداية الحيض أو أثناء الحيض أو في ختام الحيض يبقى دي من الدورة هذا من الحيض وبالتالي لا تتعجل المرأة إلا أن تطهر طهارة تامة لكن إذا نزلت عليها في غير أيام الدورة كل واحدة من كنا تعلم بأيام العادة بتاعتها أو الحيض بتاعها وبالتالي هتعرف إن كانت هذه الكدرة والصفرة يعني من الحيض أو من غير الحيض دي القاعدة اللي أنا بتحكمني عشان ما جيش أقول أصلا أنا لقيت إفرازات كذا أي إفرازات من أي نوع وإن تلونت في غير وقت الحيض أنا أتطهر وأجدد وضوئي وأغير تلك الملابس عشان الملابس تكون الإنسان بيصلي بيؤدي العبادات في طهارة وفي نفس الوقت إن أنا أجدد الوضوء أما إن كانت مثل هذه الإفرازات التي فيها كدرة أو صفرة أيام الحيض سواء في بدايتها أو في منتصفها أو في نهاية الحيض هي من الحيض ولا يجب على المرأة أن تتعجل حتى تستبرئ تماما أنها تطهر تماما من هذا الأمر وحتى مرجان مولاة السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليه لما كانت بتحكي إنه النساء شوفوا النساء زمان من حرصهن على الطهارة وفهم فقه الطهارة كانوا بيرسلوا إلى السيدة عائشة بالقط في ما يحملها وكانوا بيروحوا بيها ليرسلوها إلى السيدة عائشة أم المؤمنين ويسألوها فلما تجد القطنة بيها صفرة تقول لا تعجلن حتى تراين القصة البيضاء ما تتعجلوش حتى لما تكون القطنة بيضاء نظيفة لا شيء فيها نفس القصة إن كانت تلك الصفرة والكدرة أثناء أيام الحيد فهي من الحيد وإن كانت في الأيام العادية في غير أيام الحيد فهي إفرازات واجب الإنسان يحترز منها بالنظافة ثم الطهارة ثم بتجديد الوضوء يا أختي الفاضلة أننا بتوضى منها وأتمنى أننا كده تقريبا حاولي جاي في الموضوع ده حوالي 26 سؤال خاص بمسألة الكدرة والصفرة أثناء أيام الحيد فيه برضو من ضمن الأسئلة المهمة اللي جات